السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو حكمل معاكم شرح بقية دروس الوحدة الثالثة من كتاب الإنجليزي للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني وبالما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو واشترك معايا في القناة ونبدأ باسم الله بدروسنا لليوم والتي تتحدث عن وقبل أن أبدأ بشرحها سأضع لكم أهدافها قوموا بقراءة المحادثة لمعلومات معينة علينا أن نجب على بعض الأسئلة التي تتعلق بهذه المحادثة علينا أن نصل المفردات الجديدة بمعانيها علينا أن نستخدم الكلمات أو العبارات الموجودة في قسم الريال توق في جمل مفيدة علينا أن نشدد عند قراءة الأسماء المكونة من مقطعان أو الأفعال المكونة أيضا من مقطعين نبدأ بالconversation المحادثة دارت المحادثة ما بين أحمد وحميد قال أحمد أين سوف تسكن عندما تبدأ كليتك أو جامعتك في الخريف رد حميد وقال أنا لا أريد أن أسكن في السكن الجامعي لأن هناك الكثير من الضوضاء والإزعاج عندما تحاول أن تدرس ولا يوجد هناك أماكن كافية عندما تريد أن تذهب لتقابل الأشخاص وتعمل اجتماعية إذن أنا سوف أخذ شقة خارج السكن الجامعي رد أحمد وقال cool ماذا تعني عبارة cool؟ تعني cool أي great أي شيء رائع وعظيم ما هو نوع الشقة التي تفكر بها؟ رد حميد وقال well I am hoping to find a large modern place with an extra bedroom for visitors أنا آمل أن أجد مكانا كبيرا وحديثا وبه سرائر إضافية للزوار it has to have parking وأيضا يجب أن يكون يحتوي على موقف للسيارات and of course it has to have a washer and a dryer وأيضا بالطبع يجب أن يشتمل على غسالة ومجففة رد أحمد وقال hold on do you have enough money for an apartment like that؟ ماذا تعني هنا عبارة hold on؟ hold on تعني stop for a moment توقف للحظة هل لديك المال الكافي لشقة مثل هذه؟ رد حميد وقال why do you think it would be very expensive؟ هل تعتقد أنها ستكون غالية جدا؟ رد أحمد وقال you are clearly out of touch with rental prices أنت بالطبع لا تعلم بأسعار الإجارات ماذا تعني عبارة out of touch؟ تعني don't have a realistic idea أي أنه ليس لديك فكرة حقيقية وواقعية you need a reality check أنت تحتاج أن تعلم أكثر ما يدور حولك في الواقع ماذا تعني هنا عبارة a reality check؟ تعني an assessment of how realistic something is إذن تعني أن نقيم كم هو الشيء واقعي وحقيقي an apartment like that will cost an arm and a leg شقك هذه سوف تكلفك الكثير من الأموال إذن ماذا تعني عبارة an arm and a leg ذراع وقدم تعني a large amount of money أي كمية كبيرة وطائلة من الأموال رد حميد وقال like how much؟ كم تقريبا؟ رد أحمد we're talking mega bucks may be fifteen grand a month أي نحن نتحدث عن كمية كبيرة من الأموال ربما تكون خمسة عشر ألفاً في الشهر هنا لدينا عبارتان mega bucks و grand ماذا تعنيان في real talk؟ mega bucks تعني a large amount of money أي أموال كثيرة و grand تعني thousand أي ألف رد حميد وقال fifteen thousand riyals I had no idea خمسة عشرة ألف ريال ليس لدي فكرة بهذا I thought it would be a lot less than that لقد اعتقدت أنه سيكون أقل بكثير من هذا رد أحمد وقال only if you want to live in a tiny apartment way outside of the city إلا إذا كنت تريد أن تعيش في شقة صغيرة وبعيدة وفي خارج المدينة رد حميد وقال well maybe I shouldn't be in such a rush to move out حسناً ربما لا يجدر بي أن أتسرع وأخرج من منزلي I could live at home with my parents just for the first year أنا يمكنني أن أعيش بالمنزل مع والدايا فقط للسنة الأولى ننتقل إلى about the conversation سنقوم بحل الأسئلة التي تتعلق بالمحادثة السؤال الأول يقول what kind of apartment is حميد looking for ما هو نوع الشقة التي يبحث عنها حميد he wants a large modern apartment off campus with an extra bedroom parking and washer and dryer number two why does أحمد tell حميد that he needs a reality check لماذا قال أحمد لحميد أنه يحتاج أن يتأكد من الواقع الحالي he will not be able to afford an apartment like that لأنه لن يستطيع أن يتحمل مصاريف وأجار شقة كهذه number three what decision does حميد make at the end of the conversation ما هو القرار الذي اتخذه حميد في نهاية المحادثة he decides to keep living at home for another year هو قرر أن يبقى ويعيش في منزله لسنة أخرى ننتقل إلى your turn دورك rule play with a partner tell your partner about something you are looking for وأخبر صديقك عن شيء تبحث عنه such as a university or a new computer مثل الجامعة أو كمبيوتر جديد use phrases from the box واستخدم العبارات الموجودة في الصندوق القادم your partner will ask questions to find out more information بعد ذلك صديقك سوف يسألك بعض الأسئلة كي يحصل على معلومات أكثر describing what you are looking for عندما نصف ما الذي نبحث عنه فإننا نستخدم هذه العبارات I am looking for أن أجد هذا الشيء ننتقل إلى number five listening أي الاستماع listen to the real estate agent talk about important factors to consider when looking for an apartment to rent استمع إلى الوكيل العقاري الحقيقي وهو يتحدث عن أهم الأشياء التي يجب أن تأخذ بالاعتبار عندما تبحث عن شقة للإيجار tick the factors mentioned علينا أن نضع صح على الأشياء الهامة التي ذكرت لنستمع سويا وبعد ذلك سنختار ما هي الأشياء المهمة التي يجب أن تأخذ بالاعتبار عند استئجار الشقة أن تتخذ بالنسبة إلى الصحيح يجب أن تحمي لن يجب أن تحمي لنشي إن كان أي خلال الصحيح لنشي إن كان أي جدًا تدرسجتكي قد تجربة صحيح ف véنكسية الأشياء التي تكون لن تعمل تحب أحيانا تلوكت الأشياء المهمة تترجم من المهمة تجربة حيث يمكن أن يجب جزيلاً أقعد أمين بأمين وأنتم أن تنبلي سے صحيح سيطح بالنسبة إلى أنفسكم أش Итак سأني أحيب أن أحب المترجم للقناة Also check that there is enough closet space to fit all of your clothes. Do you have a pet? If so, find out whether pets are allowed in the building. If you don't like or are allergic to pets, you might want to look for an apartment in a building that does not allow them. Do you have a car? If so, you should check to see if a parking spot is included in the rent. You should also check the convenience and safety of the parking. And lastly, be sure to read every word of the rental contract. If there is anything you don't understand, get clarification before you sign the contract. The apartment you choose will be the place you wake up in and go home to each day. So it's worth taking the time to carefully consider these factors. If you do, you are bound to find a rental that is just right for you. استمعنا إلى الأشياء المهمة التي يجب أن تأخذ في الاعتبار فقد قال The neighborhood الحية التي سنستأجر به الشقة هو شيء مهم The number of windows عدد النوافذ والإنارة The number of closet عدد الخزانات في الغرف The size of the room حجم الغرف Whether bits are allowed إن كانت الحيوانات الأليفة هي مسموح بها أم لا Whether a parking spot is included إذا كان هناك يوجد مواقف خاصة للسيارات للمستاجرين إذن هذه هي الأشياء المهمة التي ذكرها الوكيل العقالي ننتقل إلى number six pronunciation التهجية In English في اللغة الإنجليزية There are many two syllable words whose part of speech and meaning change if you change the stress هناك الكثير من الكلمات التي تحتوي على مقطعان والتي جزء من الحديث أو المعنى يتغير إن غيرت الشدة في نطقها Stress the first syllable of most two syllable nouns قم بالتشديد على المقطع الأول لأغلب الأسماء التي تتكون من مقطعان Stress the last syllable of most two syllable verbs وقم بالتشديد على المقطع الأخير في الأفعال التي تتكون من مقطعان Listen and practice نستمر و نتمر 1. Finding the right apartment can have a big impact on your life 2. Paying rent that is too expensive for you can impact your lifestyle 3. Finding the right apartment doesn't have to be an overwhelming project 4. When you go to a job interview You should project a sense of confidence 5. Be sure to read every word of the rental contract 6. Some people contract dangerous viruses while they are traveling abroad 6. You will see these words in the reading on pages 36 and 37 سوف ترى هذه الكلمات في قسم القراءة في صفحتها 36 و 37 6. Match the words with their meanings علينا أن نصل الكلمات بمعانيها 7. Number one لدينا downsize أي التصغير في الحجم 8. Go from bigger to smaller أن ننتقل من الكبير إلى الصغير 9. Number two هو شيء خانق أي الخوف من المساحات الصغيرة والضيقة الرعاية والاهتمام هي هو أن نحافظ على الشيء ونرىه الحد الأدنى تعني the least amount وهي وسائل الراحة هي المميزات الجذابة والمرغوب بها قم بالتأكد من إجاباتك مع صديقك إذا لم تفهم معنى الكلمات ابحث عنها في القاموس والآن وصلت إلى نهاية شرح هذا الدرس ونهاية الفيديو إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو وضغطوا على زر اللايك ولا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وشكرا اشتركوا في القناة